موضوع استقالة كابتن احمد سليمان هل هيستقر رسمي مش هيستقر رسمي انما زي ما قولت رحل لكم القصة كلها عبارة عن خلافات يعني في معلومة بتقول ان في خلافات شخصية واقويل بتقول ان في خلافات شخصية ما بين كابتن احمد سليمان وبين الاستاذ احمد مرتضى منصور محدش عارف هل كابتن احمد زعل لما رئيس النادي قال له يعني ما تتكلمش مع الصحفيين والصحافة محدش يقدر يقول ايه اللي هيحصل للفترة المقبلة جريدو بيستبعد صلاح الدين سعيد وكانين بامبو من قيمة الاهلي امام امبي اعلن الجهاز الفني الفريق الاول لكورة القدم بيناد الاهلي بقيادة الاسباني اخوان كارلوس جريدو اسماء اللعيبة المنضمة للمعسكر المغلق استعدادا لمواجهة امبي بالدولة الممتاز بكرة ضمت القيمة بعد استبعاد السنائي صلاح الدين سعيد وكريم بامبو 18 لعب في حرص المرمى مسعد عوض عبد الكافي رجب خط الدفاع شريف حازم ومحمد نجيب وسعد سمير وباسم علي وشريف عبد الفضيل وصبري رحيل خط الوسط حسام عشور تريزيجي ناصر ماهر ناصر ماهر ده على فكرة جماعة لعيب موليد 97 لعيب صغير موليد 97 اسلام رشدي وعبدالله السعيد وعيه السليمان ورمضان صبحي خط الهجوم اعماد متعب احمد عبدالزاهر وبيتر اممبوي والمعلومات بتقول ان بيتر اممبوي ممكن نلعب بكرة يعني عندي معلومة بتقول ان الراجل ده الافريقي الجديد المتعاقد معاه من قبل النادي الاهلي احتمال مشاركته بكرة كاساسي وارده بشكل كبير جدا ممكن يلعب اساسي بكرة طيب وليد سليمان وشريف حازم عاده لتدريبات الاهلي وليد سليمان كان عنده اصابة في رجبته وكان يقال ان هو هيقعد فترة طويلة انما الحمد لله عمل اشعة واطمئن على نفسه والمفترض ان هو موجود فيه قيمة الفريق واحتمالية اشتراكه بكرة احتمال وارده كبير شريف حازم بقى كان موجود فيه نيابة العمرية باسكندرية عشان كان بيخضع له تحقيقات فيه قضية هاني العجيزي لعب سموحة عربية بقى وشغل يعني حاجات كده ملاش علاقة بالكرة ليها علاقة ببيزنس او عربيات جماركس معرفش يعني ايه القصة بالزبط ايه انما ملاش علاقة بحاجة فيه مجال الرياضة احمد عبد المنعم بيظهر في التدريبات رجع مرة اخرى احمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الاهلي وشارك فيه تدريبات حراس المرمى بعد فترة غياب طويلة بسبب الاصابة اللي كانت موجودة عنده فيه مبارات نهائي لكم فدرالية لو تفتكروا حضراتكو امام سيوي سبورت الافواري ومحمد ناجي جده هو الاخر عاد للتدريبات انما تدريبات فردية بالكرة كده كان بيعمل حاجات تأهيلية يعني عشان واحدة واحدة كده يبدأ يخش مع الفريق التدريجي بعد ما رجع من المانيا الضربات السابتة سلاح جريده امام امبي جريده مركز بشكل كبير جدا على الكور السابتة وعنده عبدالله سعيد بيتقنها عنده وليس سليمان بيتقنها عنده عدد من اللاعبين بيقدروا يعملوا الكور السابتة بشكل كويس فعماد متعب كمان شريف عبدالفضيل والاربعة سددوا وعملوا تدريبات او تزديدات من خارج التمنتاشر وكمان عملوا تزديدات ضربات جزاء ترجحية الاهلي بيطبع عشر تلاف تسكرة لمباراة وادي دجلة قررت ادارة النادي الاهلي طبع عشر تلاف تسكرة لحضور الجماهير لقاء النادي الاهلي امام وادي دجلة في الجولة التانية من الدور التاني والاهلي هيواجه انتهد الشرطة في الجولة الاولى خارج ملعبه والامن زي ما حضرتكوا عارفين ان الامن كان وافق على حضور جماهير في مباراة الدور التاني وهيسمح بدخول عشر تلاف متفرج في المباراة اللي تقام على استادات القاهرة برج العرب المقاولين والدفاع الجوي اما اي استاد اخر او اي مباراة هيتم لعب مباراة فيها او اي استادات هيتم لعب مباراة فيها غير الاستادات اللي انا قلت لحضرتكوا عليها اللي هي قاهرة والدفاع الجوي المقاولين وبرج العرب غير الاربع ستات دول هيبقى فيهم خمس تلاف متفرج فقط لا غير لجنة المسابعات عدلت فيه موعد مباراة الزمالك وامبي كان مفترض ان هي تبقى يوم 8 فبراير هتتلعب الساعة 6 انما عملوا تعديل كده وخلوها تتلعب 7 ونص بدل من 6 واتحاده كرة ارسل خطاب للنادي الزمالك رسمي بيقوله او بيخطره فيه بحضور عشر تلاف متفرج لمباراة الفريق القادمة مع امبي والمقرر قامتها يوم 8 فبراير طيب عشان نقفل القصة بتاعة حضور الجماهير دي من بداية الدور التاني يعني بعد اذنكم ندائي الى الجماهير او رسالتي للجماهير لو سمحتوا التزموا بالتشجيع فقط لا غير لو سمحتوا ادوا رسالة بجد ان انتوا فعلا كنا مفتقدينكم الفترة اللي فاتت هو المكان بتاعكم او المدرجات اللي هو مكانكم الاساسي كانت مفتقداكم وكنت وحشينها جدا فبعد اذنكم حاولوا تشجعوا كل فريق يشجع كل جمهور يشجع فرقته فقط لا غير بلاش سباب بلاش تيمة بلاش خروج على النص بلاش شماريخ بلاش حاجات مهينة وسب لمؤسسات وسب لاشخاص والكلام ده يعني كل واحد يركز مع فرقته يحمسها يشجعها بشكل كبير يشجع لعبته يبس فيهم الروح يبس فيهم الحماس كل الكلام ده كلام مهم جدا وكنت منطلب بيه عشان ترجعوا تاني المدرجات فبعد اذنكم مش محتاجين احنا بعد مطشين تلاتة نلاقي قرار من الامن بإلغاء حضور الجماهير وساعتها انتوا هتخرجوا عن النص والشرطة او الامنة يخرج عن النص واللي هيدفع التمن في الاخر هو اللعيبة والمدربين والاعلام والرياضة المصرية بصفة عامة فبعد اذنكم نحاول نحن نعمل دورنا فقط لا غير وهو التشجيع والوقوف خلف فرقتي بشكل قوي جدا وبشكل منظم جدا وبشكل محترم جدا رسالتي للامن نتعامل مع المشجعين بطريقة قدمية بطريقة انسانية دول اخواتكم وولادكم فلو سمحتوا لازم يبقى فيه حتى لو فيه تفتيش لو فيه حاجة بنتكلم فيها لازم يبقى بأدب وباحترام وبشياكة وبأناقة ويبقى الموضوع كله رايح في اتجاه التعامل الادامي مع المشجعين والتعامل الادامي مع الجماهير ده عشان بس ايه ننهي القصة بتاعة حضور جماهير عشان ما نتفاجئش بعد مطشين تلاتة بعدم حضور جماهير وفقا لتعليمات الامن او لقرار الامن بالموافقة اتحاد الكورة ان الجماهير مش هتحضر فبعد اذنكم نحاول اللي احنا نبقى يعني بشين على الصلاة المستقيم الصلاة المستقيم الجمهور يشجع والامن ينظم والعيبة تلعب فقط لا غير فيش حاجة تانية طيب ابو تريكا بكرة المفترض هو هيعلن او هي يتعاقد وهيمضي عقد كتابه كتابه الجديد ابو تريكا نوى ان هو هيعمل كتاب هيكشف فيه كل اسراره وهيكشف فيه حكاياته ومشواره وتاريخه وده على غرار او على يعني زي اللعيبة الاوروبيين اللي موجودين في اوروبا زي ابراهيم وفيتش كان عامل كتاب مورينيو كان عامل كتاب اعتقد فيه عدد لا بأس بيه من اللعيبة كانوا عاملين كتب كل واحد عامل كتاب زي يعني بيكتب فيه حكاياته وذكرياته في الملاعب ومواقفه مع المدربين مواقفه مع الفرق اللي لعب فيها مع المنتخبات مع البطولات الانجازات حاجات طرائف حاجات بر الملعب وجوه الملعب فاعتقد دي حاجة كويسة جدا وابو تريكا كشف عن ان هو هيطرح كتابه عن قصة حياته يسرت فيها كل ما يتعلق بمشواره فيه ملاعب كرة القدم داخل وخارج المستطيل الاخضر وكتب ابو تريكا على حسابه الجديد بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال اسراري ومشواري وحكاياتي انتظروها في كتابي وابو تريكا زي ما حضراتكم قلت لحضراتكم بارح ان هو اطلق البث التجريبي للموقع الرسمي الخاص به ازمة في الاسماعيلي وكأن الاسماعيلي دايما لازم اتكلم عن ازمات ازمة في الاسماعيلي بسبب لاعبين افارقة النادي الاسماعيلي قال ان هو ماضى مع لعيبة عبر الانترنت لعيبة افارقة عبر الانترنت لعب بيلعب في دولفين النيجيري اعلى ما اعتقد او بيلعب في انينبا اه انينبا النيجيري ولعب اخر برضو من نيجيريا الوكيلين بتوع اللعيبة اكدوا ان ادارة الاسماعيلي حصلت على توقيع اللعيبة من خلال الانترنت ودي بالنسبة لي جديدة يعني حاجة جديدة حلوة لو 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 دي يعني فيها سرعة وكده ما فيش مشكلة جميل انما اللعيبة اتقدموا او الوكلة اتقدموا بشكوى ضد النادي عشان خطر النادي الاسماعيلي تراجع عن التعاقد او تراجع عن اتمام التعاقد مع اللعيبة دي فانا مش عارف الاسماعيلي قبل كده لسه مخصوم منه ست نقاط قبل انطلاق المسابقة بسبب وكيل اعمال برضو جون قويري يعني وكأن الاسماعيلي معرفش هل في حد منوت بالتعاقدات وفي حد ليه علاقة بالقصة دي اعتقد ده اخطاء سازجة جدا وكلها حاجات يعني تحس ان الاسماعيلي بقى مستهدف من الوكلة الافارقة خلق عارفوا بقى ان الاسماعيلي يعني بيتخسر منه نقاط وغصبا عنه هيدفع الفلوس اللي عليه والكلام ده فابتدوا يشتغلوا عليه وحتة ان انا اتعاقد مع لعب عبر الانترنت دي غريبة برضو يعني عايزين برضو نعرف حقيقتها او شكلها هعمل ازاي حاجة غريبة طيب برضو في كلام عندي عن ريكاردو كلام كتير اثير عن ان ريكاردو احتمالية اقالته او احتمالية احتمالية بلاش نقول اقالته عدم استمراره مع الفريق وفيه بقى كلام كتير ناس مرشحة احمد فكري الصغير نائب رئيس قطاع الناشئين في النادي وكان مدرب المنتخب الوطني للناشئين ناس مرشحان هو يتولى المهمة في النادي الاسماعيلي ناس مرشحة ناس تانية يعني مش عارف هل ريكاردو تم الاتفاع على ان هو ها يستبعد او هيمشي من النادي ولا هيستمر كان اللي هو محمد ابو الصعود او العميد ده محمد ابو الصعود رئيس النادي قبل كده كان قال لنا في مداخلة ان ريكاردو قاعد لنهاية الموسم باي نتائج يعني الراجل قال كده صراحة ان هو من هوات او من محبي الاستقرار وما بيعملش الناس بالقطعة فهو شايف ان هو يستمر لنهاية الموسم بعدها نبدأ نحاسبه ده كلام العميد محمد ابو الصعود رئيس النادي هل المستجدات اللي حصلت او النتائج اللي بتحصل ممكن تأثر على القرارات اللي بتتاخد قبل كده ولا لا محدش عارف كابتن طاري العشري اختار 20 لعب عشان مواجهة الاهلي بكرة زي ما جريده اختار 18 لعب كابتن طاري العشري اختار 20 لعب لمواجهة النادي الاهلي حراص المرمى علي لطفي ومحمد عبد المنصف خط الدفاع احمد صبحي رامي صبري ابراهيم يحيى احمد يونس وسامة ابراهيم صلاح سليمان محمد ناصف عمر الحلواني خط الوسط نور السيد كهرباء احمد رفعت محمود توبة لاما كلين احمد سالم صافي خط الهجوم صلاح عشور احمد شرويد احمد جعفر محمود قعود جماعنا لما بقرأ الاسامي بتاعة امبي بجد فرقة تقيلة بجد الفرقة دي لو عندهم طموح وعندهم روح المكسب وعندهم روح البطولة والله ياخدوا طولة انا بحلف بالله لا فرقة تقيلة اسامي محترمة يعني اسامي موجودة اسامي تقيلة اسامي كلها لعبها كبيرة في عندهم خبرات وفي عندهم شباب وفي عندهم اولمبي يعني عندهم محترفين يعني عندهم توليفة لو الناس دي صدقت وارد تعمل بطولة وأنا قلت الكلام ده بك لو صدقوا لو صدقوا العيب الكرة بس يصدق 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 أنه هو لاعب كويس ويصدق أنه هو موجود في مكان ويصدق أنه هو ممكن يكسب أي حد ويصدق أنه هو ممكن ياخد بطولة كلام ده عادي لو صدق أعتقد أنه ممكن ياخده بطولة ده زي ما أقول لكم كل مرة يا علي لطفي لاعب دولي وحرس جيد محمد منصف طبعا لعب نادي الزمالك ولعب دولي بشكل كبير جدا أحمد صبحي لعب دولي رامي صبري لعب كبير وهو كابتن التيم إبراهيم يحيا كان في الإسماعيلي ولعب كبير أحمد يونس أسامة إبراهيم دول برضو لعبة ناشئين صلاح سليمان لعب نادي الزمالك ومنتخبنا محمد ناصف لعب نادي الأهلي السابق وإنبي ولعب منتخب مصر عمر الحلواني الأهلي والاحتراف في اليونان ومنتخب مصر نور السيد نادي الزمالك والمنتخب والدفاع الجديدي المغربي محمود كهرباء الاحتراف أحمد رفعت المنتخب الأولمبي وتقلق غير طبيعي محمود توبة لعب الأهلي السابق ومصر المقصة وإنبي الحالي لما كولين محترف عشر العشر كان من أيام الداخلية وهو مقصر الدنيا أحمد سالم صافي كان مقصر الدنيا مع حرس الحدود صلاح عشور كابتن فريق اتحاد الشرطة السابق وبرضو راجل من الهدفين المميزين جدا أحمد شرويدة مقصر الدنيا مع المصري البورسعيدي ثم الاتحاد السكندري ثم دلوقتي في أمبي أحمد جعفر لعب نادي الزمالك السابق ومنتخبنا محمود كعوت يعني كلهم أسامي يعني كلهم لعبة كئيسة معاهم مين مدير فني طرق العشري أي اختيارات أي حاجة بتحصل لمنتخب مصر تلاقي طرق العشري اسمه مرشح بأيام ما كان بيحصل الاختيارات للأهلي كان اسم طرق العشري بيرشح بالرغم من إن يعني دخول ترشيح لمدرب من خارج النادي الآلي بتبقى صعب ونادي الزمالك هو الآخر كان برضو بتبقى صعب ولكن طرق العشري من الأسامي اللي بتضطرح دايما لما بيحصل أي مشكلة في الأهلي أو أي بيحصل أي مشكلة في المنتخب وخد بطولات قبل كده يعني عنده روح البطولة طرق العشري فأعتقد إن اللعبة لو صدقت ده تبقى نقلة نقلة كويسة إنما مين اللي نفسه طويل دي أكيد هم اللي يتسئلوا عنها